موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي وقناتكم موسيقى اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم واحد من الميني بيزا يجب ان يجبون عجين غزالين ويجبون روتب بزاف ويعني عجين السهل بزاف وتستطيعون ان تصنعوا بيزا بيزا بما اني اجدرت معكم بيزا كبيرة فأجلت اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم هاد الميني بيزا اللي يجبون صراحة رائعين بزاف وكيجيو خفاف وكيجيو واحد العجين اللي هورط بزاف وغادي يعجبكم ان شاء الله اول حاجة كما كتشوفو هنا عندي واحد نسكاس دي الماء اللي غادي يكون دافي مايكونش سخون بزاف مايكونش بارد مايكونش سخانين بزاف من بعد دفت واحد المعلقة كبيرة مع مراش ديال خميرة حبيبات وايضا دفت واحد ملعقة صغيرة مع مراش ديال ديال الملح غادي نخلط الكل جيدا على هات الشكل كما كتشوفو من بعد غادي نزيد واحدة الربعة ديال الملاعق ديال داقيق بهات الشكل هكا غادي نحرك مزيان حتى يدوبوا معنا دوك العناصر و مايبقاوش تيبانو كما كتشوفو فالعملية سهلة بزاف سافي من بعد غادي نغطيهم بسلوفان وندخلهم الواحد البلاسة اللي تكونش شوية دافية المدة من عشرين دقيقة حتى من عشرين حتى ثلاثين دقيقة يعني لما كنتوش مزروبين فمن احسن خليوها واحد ثلاثين دقيقة سافي من بعد كن نخرجها وغادي نتلاحظو انك تفقد شكل واحد الفقعات اللي صغيرين في العجين من بعد زيت واحد البيضة اللي هي صغيرة اللي تكون بحرارة المطبخ وايضا زيت لها واحد الربعة ديال الملاعق ديال الزيت العود وزيت واحد المعلقة ما تكونش عمراء ديال للخامرة الحلويات سافي من بعد غادي نخلط الكل جيدا وغادي نزيد تقريبا واحد الكاس في الصغير ديال اللي هي تكونو ديجا مغربين ومزيان سافي على هذا الشكل هذا وكتبقاو كتخلطو الكل بحال هكا كما كتشوفو في الصورة من بعد غادي تبقاو تزيدو الدقيق بشوية بشوية حتى تبدأت تجمع معاكم ديك العجين على هذا الشكل كما كتشوفو دعبة سافي انا دي نكمل معاكم يعني ببيدي حسن هات الشكل هكا سافي من بعد غا ما ما جمعتها كما كتشوفو فهي كتجي على هات الشكل هكا كتجير طيبة بزاف ويعني ما كتعدبكمش بزاف ما كتحتاش انكم تدلكوها بزاف ولا هادا فهي ضغي ضغيا كتتترتاف وكتجمع سافي من بعد غادي نديرها في واحد سلوفان وخليتها ارتاح تقريبا واحد لعشرة بقايق ماشي بزاف وفاش كتحيدوها من ديك السلوفان كتلقاوها يعني ارتابت زادت ارتابت على هات الشكل هادا كما كتشوفو فما كتخليواش بزاف يعني كترتاح او لا فهي ضغيا ضغيا كتوجد معاكم سافي غدي نرش على سطح العمل واحد شوية ديال الدقيق ديال فورس وغادي نطلقاها كبت لك وكما قلت لكم تقدرو انكم تشكلو بزات كبار انا هنا يدرس هاد الميني بيزا لانك يعاونوني حتى مع الوليدات في دبا في رمضان كما كتعرفو فكيكون يعني كتبغي انكم تعتوهم هكا شي حاجة على حسب الغضاو هيدا فاكندلهم بحال هاد الميني بيزا هكا فاكي يعني كي يدوهم معاهم سافي سوف نكمل بنفس الطريقة غادي تقطعو هكا العجين وغادي تتكملو بحال هكا وذاك العجين الاخر كامل غادي نشكل به هاد الميني بيزا بحال على هاد الشكل هذا مدرهم شرقاقين بزاف في المسلوخ سوف ندرهم مشغلاتي يعني كون السوم كديرهم بين و بين سافي هنا كما كتشوفو عندي طون عندي في الفلاء اللي انا شحرت عندي عندي كاشر قطعتو طريفات عندي فروماج للأحمر وعندي الموزاريلا وايضا سوس الطومات اللي انا دجا حضرت معاكم كنت حضرتها معاكم في الفيديو بيزا السابقي وايضا عندي واحد البسيلة انا كتعجبني صراحة بسلا تكون مشحرة مزيان ما كتعجبنيش لبسلها هكا خضراء وكي يفضلها انها تكون خضراء ساف شحرت هاتا هي وشوية ديال زويتا وشوية ديال بزار وايضا حتى الفليفلا هكا كتشحرتها هنا كما كتشوفو انا درت ذيكا اللاسوس ديالي من بعد بديت كندير شوية ديال موزاريلا فوق اللاسوس هكا كتجيزوينة يعني كي يجيزوينين سافي علاية الشكل بحال هكا ما كتشوفو من بعد خضيت ذيكا اللي انا كتلكم شحرت في شوية ديال الزيت وشوية ديال بزار وشوية ديال المليحة بحال هكا حتى تزد بال وكنديرها فوق ذيكا الموزاريلا وكنضيف يعني ذوك الفليفلا ايضا اللي شحرتها بنفس الطريقة ديال البسل سافي فهي عملية كما كتشوفو سهلة وكوشي كي يعرفها كسب قاهير العجين يعني اللي يقدر يعني يتكونوا معارفين ش هالطريقة سافي وغدي نكمل بنفس الطريقة ديالي ومن بعد غدي ندير شوية ديال طون يعني وحيدا سغنديرهم بطون وحيدا سغنديرهم بديك الجومبو بطلش شوية سافي ومن بعد غدي ندير عليهم ديال فرماج الحمر وايضا غدي نزيد الموزاريلا من الفوق بهذا الشكل حكا فستقوني حتى هالعجين كتجي زوين او كتجي مساعدك ما كتلاحظو فان اختم تكون شف سطح العمل وزيتهم ودرتهم في ذيك اللاطا او ذيك اللي غندخل الفرن وما تخسروا ما لصقوا ما والو يعني كتجي غزالة ذيك العجين إلا بغيتو غدي تدفو عليهم شوية ديال زعتر او لا زعتر سافي وغدي تدخلهم الفرن كما كتشوفو على درجة حرارة ديال 180 درجة أنا كنشعلينهم فلول من فوق ومن تحت ولا لحتوه أنا ما كنطيبهم ش داك نستبلة كنضيرهم نيشان وما كنشعلينهم ديك ساعة من التحت كيكملوا الطياب ومن بعد عادة نشعلينهم الفوق حتى تتحمروا من التحت مزيان وكيكملوا الطياب ديالهم كما كتشوفو كيف يجو فهم كيجو مفشفشين وكيجو غزالين بالسافة يعني هذا العجين ستعجبكم بزاف غجة ربعة وايضا في السلوقتية عجين سهل سافة كما كتشوفو هدي هادو ما البيتزات ديالي من بعد ما خرجتهم كيجو غزالين وكيجو يعني روطب كنتمنى ان شاء الله انكم يعني تجربوهم وحتفش تيبقى يعني ما تيقسحوش ولا شي حاجة وخمات ما تدخلوهم شي يعني لتلاجة ولا شي حاجة فهم كيبقوا يعني لا بكنتوا بغينهم يعني لغتليه سباح ولا فما ما كيبقوا روطب بزاف ففي كان هدا ولا فيديو دياليو ما اللي كانتمنى انه ينال اعجاب ديالكم وكانتمنى ان شاء الله انكم ما تبخلوش الياب اللي لايك ولي كومنترزويني ديالكم والباختاج مع صحابكم وحببكم الى عجبكم الفيديو شكرا جزيلا لكم اللي بتونك شكرا